هل شركة مارفل بتنهار؟ وليه بدأوا من سنتين ان هما يحطوا الشزوز والألوان بالأفلام بتاعتهم؟ ده غير كمان ان هما عملونا أول بطلة مسلمة واللي كان المسلسل بتاعها عبارة عن تسفيه بس استغفر الله العظيم من الدين الإسلامي طب خلينا في أول سؤال ان اقولتو لان ده اختر سؤال فيهم هي فعلا مارفل بتنهار؟ لا هي الإجابة البسيطة لكن الموضوع معقد أكتر من كده الفيديو انا بالي حوالي سنة عمالة أجل فيه أجل فيه عشان مستنى ان انا اعرف كم حاجة اولها مثل عالم السليمية بتاع مارفل رايح على فين بالزبط بس عشان تفهم الموضوع كله لازم اشرحه لك من اوله وستدال لو انت من الفانس بتاع مارفل او السوبر هيروز عموما انت هتصدم بالله تعرف في الاخر تعالي نعمل كلمة مراجعة سريعا الموضوع بدأ منين بالزبط الموضوع كله بدأ في سنة 2008 بفيلم ايرومان الجزء الاول الفيلم دوت لما نزل عمل نجاح صحق الدنيا لان هو كماشي على خطأ افلام نازلة في الوقت دوت زي زي تارك نايت يمكن ما كانش سوداوي قوي زي زي تارك نايت لكنه كماشي بنفس النهر اللي هو انت بتحس ان السوبر هيرو من السوبر هيرو هو بنادم عادي زي زي فهتلاقي ان هو بيتضرب وبيتصاب وبيعيا وبيحب وكان فيه مشاهد درامية بالعبيد لحد ما في 2009 بعد الفيلم دوت حصلت حاجة هقولك عليها في الاخر لكن دلوقتي يخلينا مكمليين خد بالك ان في الوقت دوت مارفل ما كانش عندها ابطال تسند عليهم الابطال اللي مارفل كان بتمتلكهم كلهم ما كانوش مشهورين بنفس الشهرة بتاعت ابطال تانية زي الابطال مثلا عن دي سي زي باتمان سوبرمان او زا فلاش الابطال كلهم موجودين مع مارفل ابطال حرفيا انت متعرفهمش غير في الكوميك وفي الوقت دوت جمهور الكوميكس فكانش الجمهور الكبير اللي ممكن ان هو يطلع لك بطل ويخليه علا على المستوى السينمائي فجعت لنا هنا مارفل بقى وقدمت لنا ثور وكابتن امريكا صحيح الافلام بتاعتهم محققتش النجاح اللي هو في البوكس اوفيس لكنه كان نجاح مقبول بالنسبة لمارفل لحد ما جات سنة 2012 يا ربنا يا ربنا ان هم يعملوا فكرة السينماتيك يونيفرس او العالم السينمائي وطبعا في الافلام اللي قبل كده كان في تلمحات بس مخي مجابش اللي هو اي ده ازاي يا جدا عن الكلام ده كنت ارى وقتها ربنا في تانية او تالت عنادي وكنت مش قادر استوعب الفكرة زهلك وصور و ايرون من و بلاك ويدو و هوك اي و ليلا كبيرة او ساعدتك و كل دول كمهم لك وحطهم لك في باكة جواح فرق يا معالك فضلت الافلام بتاعت مارفل ماشيا بنفس النهج دوت لحد ما وصلوا في 2016 وعملوا لك سيفل وور وهنا انت قدرت انك تشوف مجموعة ابطال اكتر وكان برضو طريقة العرض مختلفة لان الابطال بيتسرعوا مع بعضهم ولحد ما احنا وصلنا في 2018 وحصل واحد من اعظم الملاحم في تاريخ السينما افينجرز انفينيتي وور في الوقت اللي كانت دي سيفي فشلت في النهاية تعمل سينيماتيك يونيفرس او عالم سينيمائي شباق اللي عملته مارفل كانت مارفل خلاص في زروة نجاحها وفي 2019 المفترض ان الفرانشايز دوت كله بينتهي نهاية عظيمة جدا في فيلم اند جيم لحد كده الامور ماشية تمام ما اختلفناش ولو انت مارفل فان انت عارف كل الكلام اللي انا حكيته دوت ايه بقى اللي جد جديد؟ المفترض ان من نهاية اند جيم العالم بتاع مارفل كله خلاص انتهى او ان القاس اللي تبقت فيه ما تكفيش ان انت بعدها تبني اي فرانشايز تاني او على الا الا هيكون بنفس الحجم لكن مارفل بقى قالت لك لا لا ثانية واحد ثانية عشان بس ايه؟ ده اللي انت بتقولوه ده الفرانشايز ده كان عبارة حرفيا عن حنفية فلوس نهر نهر فلوس داخل مارفل وهنا مش بتكلم بس على علاوات الكاب تجي لهم السينما لا ده من المرش كمان اتشيرتات اللعبة بتاع الاطفال الفيديو جيمز اللي هم بيعملوه للموبايلات والكمبيوتر زيود على كده بقى حاجات تانية ملاهي ومسلسلات انيميشن ويالله بينا نعمل ديزني بلاس ونعملها كلها بس عشان ننزل عليها المسلسلات بتاعت مارفل فجره اصف مارفل قالت لك لا مفعر فيش والله فيش حاجة اسمها شطبنا دي شطبنا دي مفعش نسمعوها فبدلا ما هم يروحوا يعملوا لهم دي حاجة اسمها ريبوتر ريبوتر دي انا بنبدأ لك قصص دي كلها من الاول قال لك لا احنا هنكمل وهنعمل فيز فور اه ملحمة تون جديدة طيب اول فيلم فيز فور كان مش بس مخيب للامال وضعيف من ناحية الاراضات لا ده كمان كان فيش هواز فيلم تيرنز اللي نزل وكلف مارفل في الوقت دوت 200 مليون دولار انت منخيل الرقم مارفل بقى كسبت منه كام 400 مليون دولار بس اه ده كارثة ده كان بالنسبة لمارفل كارثة انتعرف يعنيه فيلم يتكلف 200 مليون ويكسب 400 مليون هنبنظر ولا ايه هنجلست عندنا فرانشايز جاب لنا 2 مليار تقريبا وعندهم افلان تانية كانت بتعدل مليار عادي ففكرة ان فيه فيلم يكلفهم بالتكلفة ديت كلها وما جابش نفس الرقم دوت ايه بقى وطبعا بسبب بوجود شخصيات شهزة في الفيلم الفيلم اتمنع في اكتر من دولة عربية ودول تانية غيره عربية كمان ولكن مارفل برضو محرمتش اي رمان هيرجع من جديد سبايدرمان موجود كريستيانو رونالدو ميسي يعني الناس يجيبوا عادي الايمان كمان اللي يحطوه وبسبب المستوى اللي مارفل ماشي عليه الفيلم كان كارثة يعني اقل ما يقال عنه بسبب الاكسبكتشن اللي اتعملت عليها فانت مثلا عندك انهم بقدمونا في الفيلم شخصية زي شارلز اكزيفير وهنا بقى السلفان زي قال له خلاص مارفل اخيرا قدرت انها ترب وتعلم الاكسمن بعالم مارفل السينمائي وهنشوف بقى ستورم وولفارين وسايكلوبس وكويك سيلفر هنشوف كل الناس دي بقى في حتة واحدة مفيش الكلام ذا لانهم موطوع عادي في الفيلم فهمش ازاي يعني هوا تقول السينسيت اكسمن اصلا مش عارفين يقتلوه وفجأة يقتلوه كده بس خلاص يعني قدر الله مش اقفعا طيب كده احلام وطموحات الجمهور عمالة بتداس عليها بالجزمة وزود عليك انا برضو ان الفيلم اتمنع من العرض في كتير من الدول بيسعب ان هو كان فيه شخصيتين شواز ويعتبر هو اكتر شخصية خسرت خسائر كبيرة ده واحد يعني معلش خسر ابوه خسر امه خسر مطرقته خسر اخوه خسر عينه خسر مملكته كلها وخسر تقريبا نص شعبه فخلاص يعني الراجل مش بقي على حاجة ومن ناحية الاوة هو زا سترونجس افنجر فانت متوقع بقى ان ده لما يعمله جوز اربع حيبت عامل ازاي بقى ماين بلومنج بقى ان تدخل على حرب وبعدين الفيلم انت مين معك فيه بقى كريستن بيل لو كان عامل زا دارك نايت ايم بدور الشرير بتاع الفيلم وعند كراس الكرو المفترد هو ايم بدور زيوس مهزلة الفيلم كان مهزلة يعني مستوى الكرنج فيه عدى العيال بتوع التيك توك وبتوع مسرح مصر كرنج بس يعني كفاء لابدت لما جات تيجم عليه ومسكت المطرق طبعا ما اتكنتش على سبايدر مان لان هو كان خارج الحزبة وده لانه اولا بتملكه سوني فالموضوع معقد معي يعني مشانئس عليه لكن لو جيت بس على كل الافلام ناها ذكرتها دلوقتي دي ولا فيلم فيهم كان رادي ان هو يعد النص مليار صدقني ده رقم قليل جدا من اسم المارفل ده ده الطبيعي بتاع مارفل المليار وحتى الافلام اللي قدرت انها تقرب من المليار ما يدرتش انها ستتخطاها بعد كده فلا واضح ان فيه حاجة غلط بتحصل بعدين بقى بدأت مارفل تنزل لنا بمجموعة مسلسلاتنا مش هتكلم عنها كلها لكن على سبيل المثال وهيس على الحصر تعالى نبص لمسلسل زي شيهم ايه ده مارفل حرفيا مطلعون بيهزوها حرفيا جماعة مقصد حرفيا بيهزوها ده المفترض انها في المسلسل دوت بتدعم النسوية وعندك مسلسل تاني برضو نزل لمس مارفل ودي المفترض انها اول بطلة خارقة كوم مسلمة يا يا سلام يا سلام على التقوى المسلسل اللي بقى كان كالاتي اول ابنتي في المسلسل تلابسها الحجاب غزب حرفيا لابسها غزب وان هي بقى لما هتقلع الحجاب هي كده هتبقى سوبر هيرو بجده مش عارف العلاقة ليش علاقة بس تمام يعني هم حصوها هو المخرج حصاها كده انا عمل له ايه غير كمان في المسلسل لو ما بطلعين المساجد مجرد اماكن بس عشان الناس تروح تاكل فيها الشباشب بتسرق والزيارة دي صغيرة طبيعية ودايما المساجد بتكون فيها تراب ومعفنة وده مش حقيقي يعني فلا امارفل شكرا لو عزين انتو كده يعني بتنصروا الاسلام لا شكرا امارفل شكرا ما تنصرناش احنا وحشيين يا عم وعملوا مسلسل لفالكون اللي هو اصلا شخصية جالبية وما كانتش مؤسرة باي شكل من الاشكال والمفترض ان ده البديل بتاع كابتن امريكا طيب كده انا خلصت لك المراجعة بتاعت كل اللي حصل في اخر 13 سنة من مارفل ايه بقى؟ نرجع بقى نجاوب على السؤال اللي ما سألته في الاول وقلت لك ان لا مارفل مش هتنهار طبعا انت استغربت بعد كل ما انا قلته ده هي مش هتنهار لسبب بسيط زي ما قلت لك هم اه افلامهم ما بقيتش بتجيب ارضات شبه زمان الافلام ما بتدارش ناطة الخطة الارقام بتاعت زمان المليار وكده لكن استيل هي افلامهم بتجيب ارباح وزي ما قلت لك هم مش معتمدين بس على ارباح الافلام هم بيعتمدوا كمان على بيح حاجة اسمع المرش زي تشرتات واللعب وغيره فمن الناحية المالية مارفل صعب الانت انهار از انا اشترك التواصلال اجل ما بيحقه وانتشف تحت اشترك وانتشف اي اما اجاتا انا اهلائكم team وانتشف احب مالتونل طبعا اراد sarواق وانتشف اهلاء وانتشف امرو وانتشف احبه احب الأن هاا اختشف يا اواز احبب فشهر تشف 50% افريد الست اللي قدامك في الفيديو دي لو انت متعرفهاش دي تبقى مديرة شركة ديزني هتقول لي يا زايد مال ديزني بالموضوع فاكر لما انا قلت لك في الاول ان في الفيلم تسع حصل حاجة وهنحتاجها في الاخر ادين احتاجناها اللي حصل في الفيلم تسع ان شركة ديزني استحوزت على شركة مارفل اشترت كل الحوق بتاعتها طبعا الحاجة الوحيدة اللي كانت بره الحوق بتاعت مارفل وقتها هو ليكسيمان كلهم لان هما تبع شركة فوكس وعندنا سبيدر مال واحدة اللي كان بتملكه شركة سوني دول تماما اما بقى الشخصيات التانية كان بتملكها مارفل وديزني طبعا واحد من عملقة صنوعة السينما والست اللي انت شاهدت في الفيديو داد بقولك هي المديرة التنفيذية بتاعت شركة ديزني فتخيل ده الفكر بتاعها دي واحدة بتقول لك انا عيالي الاثنين واحد متحول واحد شاز ده متخيل دي بقى نوية تعمل ايه؟ فبالنسبة للاجندة اللي بتفرضها ديت حاجة طبعا حاجة شايفة ان ده عادي وعايز اقول لك ان ده مش الفكر بتاعها ايه لوحدها دعم الاقليات في امريكا هو اجندة غربية بحتة بيتم تطبيقها في كل حاجة انا مش مكلمة بس عن ديزني انا اتكلمة عن نيت فليكس وعن اي شركة شغالة في صناعة السينما ديزني لوحدها يبقى ليها حلقة معايا خاصة اعرفك التاريخ بتاعهم كله بس انا اتخلنا في مارفل لان زي ما انت شفتهم مثلا بيحاول يجيبو لك واحد شبه فالكن من اصحاب البشرة الصمراء ويحطوها في مجان كابتن امريكا احنا عندنا بطل من الابطال السين بتاعنا بشرته صمراء الحتة كم بتاع الدعم النسوية فاطلاحزي داريبا نص الابطال بقى ستات سيبك يا عم من هالك هتليلنا شي هالك تعالي نعمل ايرون وومن بدل ايرون مان وكذا بعد ما كان سوره هو اقوى افينجر بالنسبة لنا لا فجأة احنا نعمل واحدة اسمها كابتن مارفل ونقول ان ديزا سترونجست افينجر ومش بعيد كمان في المستبه تشوف حاجات شبه الافروسيمتريك لو انت متعرفهاش فانا بشرح فيديو الواحده لكن ده نفس اللي حصل من فترة في فيلم كريو بطرة اللي كنا كعبينه في واحدة بشرتها صمراء وبيهدعوا ان هي دي كريو بطرة وايه بس كده نعلم ان الفيديو كان طويل شوية لكن مترجلش ان هو كان موضع هي دي هسيدي بكل بساطة حكاية مارفل موضوع مش معقد قوي لكنه خطير قوي تنساش بقى تعمل لايك مشتراك